وزي ما شفنا امبارح في الاحتفالية بالامس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح بعض من مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ وده كان خلال الملتقة الدولي الاول للصناعة المبادرة دي زي ما تكلمنا في بداية البرنامج بتشغل أو بتشتغل على دعم وتوطين الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي ده من اضافة لتأليل الواردات وكمان فطورة الصادرات وده من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر وايه هي المبادرة دي وازاي هتهتم بالتصنيع في مصر واهميتها ودورها في دعم توطين الصناعة تحديدا وزيادة الصادرات من خلال ضفنا المهندس عمر فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال ضفنا العزيز اللي من هنا في الستوديو صباح الخير بشمال صباح النوم يعني اوز عرف المبارح شفت ازاي تدشين مبادرة ابدأ ودورها في توطين الصناعة والمكون المحلي في مصر احنا يمكن بقالنا فترة لو حضرك متابع شأن الصناعة المصرية ان احنا كنا بنطالب ان احنا نبتدي نعمل مستلزمات انتاج الصناعات التكملية نبتدي نعمل مواد خام بس ما كنش عندنا يعني ما كانش عندنا خطة او بلان واضح ان احنا نعمل كده طب ليه احنا بنعمل كده عشان المواطن البسيط يفهم بحيث ان احنا نخلي المكون المحلي بتاعنا 100% مصري عشان نقلل فاتورة الاستراض بتاعتنا وعشان نوفر دولار وانت لما هتاخد منتج مصري من جوة مصر انت كمان التكلفة مش هتزيد عليك يعني طبعا كلنا بنعاني من زيادة الاسعار والعالم كله بيعاني مش مصري بس من زيادة الاسعار فاحنا عايزين نرجع تاني نقول عايزين نعتمد على منتجات بلدنا يعني غير لائق ان احنا بنصدر منتجاتنا لبرة واحنا هنا في مصر ما عندناه ثقة في منتجاتنا فمن هنا بدأت جات فكرة ابدأ ولو حضرك تفتكر كان الساد الرئيس وجه بيها تقريبا في افطار الاسرة المصرية على ما افتكر امبارح بدأت المبادرة تطلع للنور لان تقريبا بقى لهم سنة الشباب شغالين بيعملوا استراتيجية بيلفهم على المصانع على المناطق الصناعية بياخدوا عراء من الشباب بيشوف بياخدوا عراء من الصناع انا شايف ان دي هيبقى فيه نقطة تحول في الصناعة المصرية شايف البداية مبارح والمؤتمر مبارح هيبقى نقطة تحول فيه خريطة الصناعة المصرية انا شايف ان ابدأ هتبقى على غرار حياة كريمة هتبقى طاقة امل ونور للصناعة المصرية هي تقريبا انهم اعتمدوا في البداية على يعني اللي كان بيتحكي ليهم في القرى والنجوع من اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي عندهم حلم وعاوزون يعملوا مشروع لكن مش عارفين الية التنفيذ او بيروقراطية الورع الحكوم خليني اخد من كلام حضرتك وانت دلوقتي بتقول انه ازاي احنا هنصدر منتج لو احنا مش وصقين في منتجاتنا ويعني افتكرت انه لما انت دايما تسافر بتلاقي المنتجات يعني لو حتى كلمنا على امشا مثلا المنتج الكويس ده بيبقى دايما صنعه في مصر بايدن ايجيبت منتج بيبقى القطن المصري تقفيل وكل حاجة فيه حلوة جدا سيادة الرئيس في الحقيقة من منذ توليه الرئاسة وهو بيتكلم دايما عن توطين الصناعة وانه لازم احنا نركز مع هذه الصناعة بالتحديد وان احنا نوطن صناعتنا منتجاتنا تبقى مصرية 100% بتشوف ازاي مشاركة رئيس الجمهورية في الملطقة الدولية الاول للصناعة وحديثه عن دعم الاستثمار والمستثمرين بالمختصر سيادة الرئيس حط الصناعة في دماغه خلاص يعني مؤتمر مبارح اللي كان حاضر واللي تابع مبارح عشان يعني كلمة بسيطة كده انا اللي لمسته مبارح لسيادة الرئيس حط الصناعة المصرية في دماغه وبيقول كده هي اللي هتقوم الاقتصاد المصري وده اللي احنا بنطالب بيه وده اللي احنا محتاجينه وده اللي احنا كنا دايماً بنكلم مؤسسات الدولة عليه ولو حضرتك تلاحظي مبارح ان سيد الرئيس هو نفسه قال انا محتاج كل مؤسسات الدولة هتتحرك ولو محدش هيتحرك انا اللي هتحرك وهعمل مكتب جنبي هنا لو انتوا فاكرين التصريح الشهير ده انا فكرت وانا جاي اللي انا اقول لهم اعمل مكتب عندي هنا واتلقى فيه شكاوى المصرية ده دليل على ان السيد الرئيس خلاص حطت الصناعة اولوية عنده وده فرصة كويسة لنا جميعاً كصناعة وكشباب وكمستهلك وكمواطن اقتصاديين مستثمرين سواء مصريين او اجانب ده فرصة لان لو حضرتك تلاحظي مبارح ان اتكلمنا وان احنا بنحط دلوقتي خريطة للصناعات اللي الدولة المصرية محتاجها يعني انا محتاج محتاج خريطة واضحة للمنتجات اللي احنا بنستوردها من بره ليه ما نصنعهاش وانحنا قادرين على كده طب بشباب انتو كان ايه المشاكل اللي بتقابلك او كلامك وتعاملاتك مع المستثمرين ايه المشاكل الكبيرة اللي كانت موجودة؟ هو زي ما ساد الرئيس لمس مبارح وكان واضح جدا وكان كاشف جدا في كلامه البيروكراطية بتعطل حاجات كتير موضوع الترخيص موضوع الموافقات يمكن احنا بس دلوقتي بدأت الدولة تحرك فيها احنا محتاجين تخفيض بعض الاعباء على الصناعة المصرية بحيث ان انا اديني فرصة ان انا اصدر انت لما تخفض العباء علي يعني ما ناخدش درائب كتير حوافز مش تخفيض عباء هي تكريت مجموعة من الحوافز للمستثمرين والمصنعين انا مش محتاج فلوس من الدولة انا كل اللي محتاجه دلوقتي كمصنع ان حضرتك خف علي الأعباء شوية انا طبعا بقى كلامي لوزارة المالية لوزارة الصناعة خف علي الأعباء شوية عشان انا اصدر واجب لك عملة صعبة ظن ما كانش فيه تخفيف أعباء اكتر من اللي يعني وجه به السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بالامس بفكرة كمان الرخصة الذهبية اللي بتمنح وهي رخصة يمكن ما فيهاش استثناءات الا هي توقيع واحد بيجب باقي التوقعات وتنتج على طول طيب خلينا نبتدي حضرتك قلت فكرة انت عاوز خريطة الخريطة دي بتقولك اللي بتحتاجه الدولة خلال السنوات الماضية ويمكن هو ده اللي عملته مبادرة ابدأ تحديدا بفكرة لم كل الداة سواء كانت اللي موجودة في الجهاز المركزي للمحاسبات او ايضا لدى البنك المركزي شان تقدر نكون عندنا شبه دراسة جدوى اولية لما تحتاجه الصناعة في مصر حتى نقلل فكرة الخريطة او فكرة الفطورة الاستراضية تحديدا وبالتالي نخفف الاعباء او الطلب على الدولار شايف ده ازاي اللي انا جمعت لك كل اللي انا بحتاجه علشان خاطر انا بستورد ده لا صنعهولي ووطني وكبر لي نسبة المكون المحلي فيه ده اللي احنا كنا محتاجين نعمله من فترة والحمد اللي بدأنا فيه مش عايزين نتكلم عن اللي فات احنا عايزين نتكلم ان احنا بالفعل بدأنا احنا النهاردة لو اتحركنا بالوتيرة ديت بدون مبالغة الصناعة المصرية هتبقى في حتة تانية خالص في خلال السنتين التلاتة الجايين ليه لان انا بركز على الصناعات اللي مش موجودة عندي في بلدي هبتدي اصنعها انا بستورد منتجات من بره مصر بص احنا عندنا افة هنا في مصر صعب قوي ان كتير من الشباب وكتير من المصنعين لما بيجي يعمل مشروع بيروح يشوف مشروع حد عمله ويروح يقلده ودي مشكلة كبيرة جدا انا بقولك احنا عندنا آلاف المنتجات بنستوردها من بره آلاف الأفكار موجودة خد فكرة منهم وروح صناحها لان انت هيكون لك الفرصة مشارطة المنتجات دي تناس بالسوق المصري كمان يعني يستطيع كتير ناس بتدفع فلوس كتير عوي في حاجات زي الفرانشايز ومع احترامي بص يعني خلينا نمشي على واتير اتصاد الرئيس في المكاشفة والمصرحة ونكون واضحين معظم المنتجات المستوردة هي منتجات لا طليق بالجودة اللي احنا محتاجنا صحيح صحيح يا بشماندس عمر احنا بنستورد أستك النقود الأستك دا بيكلف الدولة 70 مليون دولار في السنة في حين ان تكلفة خط الانتاج كله 40 مليون يعني انا عايز اقول لحضرتك فيه حاجات احنا بنستوردها تكلفة خط الانتاج بتاعها اقل من كده بكتير صحيح حاجات كتير وبندفع فلوس كتير قوي على جودة زي ما حضرتك قلت بالضبط لطليق ويمكن كلنا في بيوتنا بنشتري حاجات ويقولك دا مستورد يا بيه دا معرفش حودة الخواجة دا التحاج مش عارف ايه دا معرفش مين انا مش عايز اقول اسامي اماكن بس وفي الاخر الحاجة بعد شهر شهرين بتبوص ونرجع نشتري تاني ما هو دا اللي عامل ضغط على الاقتصاد بتاعنا وفي الاخر يعني انا بازعل كتير قوي لما بدخل مكان يقول بص دا المصري اللي هو يعني اكلنه حاجة كده يعني دا المستورة حين اني بره على العكس احنا انا بقول لسيادتك انا بصدر منتاجي هو رقم واحد في دول ومش انا بس انا قال لواحد عندنا مصنعين هنا تفرح بس احنا مش معمولة علينا ازبط ويمكن النهارده يعني دورنا كاعلام وعي احنا محتاجين وعي احنا محتاجين نقول للناس حملات وعي مكسفة في كل البرامج على السوشيال ميديا احنا محتاجين ناخد منتجات بلدنا يا سيدي حتى لو عندي مشكلة قل لي عليها واحدة واحدة هصلحها لما انت تشجعني وتشغلني انا قريدي هشغل الناس وهجيب خطوط انتاج احدث وافضل وهصلنا احنا طول عمرنا كنا بنلبس من غزل المحلة طول عمرنا كنا كان عندنا نصر للسيارات احنا مش قليلين شبابنا هم اللي بيقودوا مصانع برا مصر ليه ما عملهاش هنا حتى الان منتجات القطن المصري اللي مكتوب عليها مدن ايجبت بتحظى بقبول من الاجانب الخواجات بقى نفسهم اكيد بشكل غير طبيعي اكيد طبعا اكيد انا بس الفكرة انا محتاج الثقة ومحتاج كمان لشبابنا عندك فرصة واعدة وكبيرة جدا اختار سلعة بالاستوردها مش موجودة في مصر اختار مستلزم انتاج المصانع بتحتاجه ما بهتش اختار بقى ادخل على الموقع الرسمي لابدأ هتلاقي في مجموعة من المشاريع والافكار اختار اللي انت تقدر تدي فيه و هو ده اللي وفرته ابدأ بالظبط و على فكرة انه اللي يمكن بقالي من 4 اringsنان كنت بتكلم في الفكرة دي ان احنا محتاجين نجمع صفحة افكار لان هم الساعة الشباب بيبقى مخلص و مش عارك هيعمل ايه انا لو ما حط لهم مجموعة افكار اقول له أنا عندي ألف منتج محتاجة أصنعهم في خلال الثلاث سنين اللي جايين اختار اللي ينسبك فيهم اختار اللي تحس اللي موهبتك فيهم هتنجح اختار الحاجة القريبة من دراستك يا سيدي حتى لو أمتش دارس في مصنعين على مستوى العالم يعني كبار جدا ومشهورين جدا مش متخصصين مش متخصص بس الفكرة أنه هو حب هذه الصنعة وأتقنها واشتغل عليها وطور نفسه فهو ده اللي احنا محتاجينه أنا محتاجك اختار مستلزم انتاج طب قولي بقى ايه قصة مستلزم الانتاج دي احنا كمصانع والمصانع الكبيرة بتجيب مستلزمات انتاج بتستوردها من بر صحيح اللي هي الصناعات التكملية اللي هي الصناعات التكملية طب أنا لو شاب وعملت هذا المستلزم أنا ضمانت حاجة مهمة جدا إن أنا أول ما هصنع المنتج بتاعي مدبع لكيان كبير يعني أنا مش هدور لسه على تسويقه طب أنا استفدت إيه بها كمصنع كبير أنا استفدت إن أنا بدلا ما هستورد هجيب من جوا مصر مش كده كمان أنا كمان عايز نعمل مبادرة إن المصانع بتاعتنا تبتدي نعمل زي فايل كده حتى أولاين ياريت ابدأ تعملها تقول أنا بستورد إيه من المستلزمات انتاجي ونخدها نحولها لأفكار للشباب اللي هو خد المستلزم ده وروح بيعه لمصنع الفليل أطبع من حضرتك فده أن ده تحديداً ابدأ عامله يعني أنا يمكن الشباب بتاعتنا أنه مبرح كنت موجود في الاحتفالية وكان ليه الحظ اللي أنا أعادت معاً للشباب لقيتهم ما فعلاً عاملين نتو يعني أنا بدأت أسأل ما فيه السؤال لأ أنا بسأله إيه لو ليه إجابة وهم عاملينه يعني عاملين مستلزمات الإنتاج اللي حيب تقول عليها دي ده مش بس كده أنا عاملين مجمع صناعات المجمع ده قائم على فكرة تواجد الصناعات التكملية جنبها وجنب بعض علشان يقلل من تكلفة النقل بدل ما هنقل المصنع ده وده فيعلل كوست تعاليك لأ أنا حطيت ده مجمع تصنيعي فيه كل الصناعات التكملية جنب بعض بالزرطة بصها يعني ده مهم جداً بس احنا محتاجين نبرزه أكتر للشباب واعتقد إبدأ لأن هي عندها خبرة وخارجة من رحم حياة كريمة فهي عندها تواصل كبير جداً في الشارع محتاجة طبعاً تتواصل كتير جداً في المناطق الصناعية محتاجين نتواصل مع منصات الشباب يعني طبعاً الشباب أكتر النهاردة على السوشيال ميديا فاحنا محتاجين نبقى معاهم على السوشيال ميديا بشكل أكبر نبتدي نحط أفكار مشاريع الشباب يبتدوا يدخلوا يدخلوا يعملوها وأنا كمان هنا عايز بقى روح تاني للمؤسسات النهاردة اللي إبدأ هتحطه مفروض مؤسسات الدولة تبتدي تدي كل امتيازاتها لهذه المشاريع يعني الشاب اللي مختار مصنع من هذه المجموعة هيئة التنمية الصناعية تدي له أرض بالأمر المباشر ما تسيبش الشاب يقعد يدوخ ويدخل لمتاهة بتاعة الأرض الصناعية لأنه عندنا عندنا أزمة كبيرة فيها ما بتروحش للمصنع الحقيقي بيدخل الناس اللي عارفة الطريق وتبتدي تدخل تصمصر وتاخدها تسقحها وفي الآخر يعني لو حضرك لحظت السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي قال معلومة مهمة جدا ناس كتير ما وقفتش عندها احنا ترحين كمية من الأراضي الصناعية بشكل ضخم لم يستغل منها إلا حوالي من 7 إلى 10% يعني أنا قريدي الأرض موجودة وقريدي الأرض مرفقة بس مش مع اللي يستحقها احنا محتاجين النهاردة المشاريع اللي إبدأ حطاها إن هي الدولة المصرية مستهدفاها هي اللي تاخد الأولوية في كل شيء تاخد الأولوية في الدعم في الفند تاخد الأولوية في الأرض الصناعية نبتدي نديها للنزل عشان كمان أحسس الشباب إن أنا لا ما فيش مشكلة تقف معاك أنا مبارح يمكن لمست برضه إن أبدأ بتخلص كل الترخيص يعني أبدأ بتبتدي تدخل وتساعد وتخلص لك كل الترخيص لأن إحنا عندنا أزمة أنا يمكن بس عايز أضيف مبارح على كلمة المهاجز السويدي مبارح وفكرة الرخصة الزهبية أنا محتاج بس أضيف حتة إن أنا المصانع بقى اللي شغالها لما بتجدد ترخيصها عندها مشاكل هي كمان بنقعد بالخمس ستة الشهوب نجدد يا راجل أنا شغال بقى لعشر سنين وأنت معطل رخصتي وعندي أوامر تصدير عايزة تتصدر ووقفة في الميناء وأنا كدولة محتاج عملة صعبة فإحنا محتاجين نضغط عشان كده يمكن السيد الرئيس قال إن بارح أنا هاينا علي أجيب مكتب جنب المكتب بتاعي وأعود أخلص من الأحيان فبالفعل السيد الرئيس مهتم اهتمام كبير قوي بالصناعة والتحديد وإحنا مدركين والدولة المصرية مدركة البيروقراطية اللي يمكن بتمر بيها كتير من المصانع والشركات وهو ده دور إبداء إنه حد من هذه البيروقراطية وبالعكس نبتزي ناخد خطوات استباقية ومنها طبعا يعني الشهادات الذهبية ده كانت يعني بادرة أمل إحنا شايفينها في الحقيقة إحنا محتاجين فقرات كتيرة جدا عشان نتكلم عن هذه المبادرة في الحقيقة بنشكرك مهندس عمر فتوح فتوح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال على وجودك معنا